في بقية ردود الفعل حركة حماس حملت قيادة الاحتلال مسؤولية الجريمة النكراء حسب ما ورد في بيان للحركة وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تحرد على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال العزل منظمة تحرير الفلسطينية هي الأخرى حملت حكومة بنيمين نتنياهو المسؤولية الكاملة عما حدث واعتبرته نتيجة مباشرة لإفلات إرهاب المسوطنين من العقاب طول عقود حركة الجهاد الإسلامي توعدت من جانبها بالرد في أي لحظة على الحادث الحكومة الأردنية دانت الهجوم الذي وصفته بالجريمة البشعة وحملت إسرائيل المسؤولية